تخفيض لأعداد القوات وليس انسحاباً أو انهاءاً للوجود العسكري الأمريكي في العراق هذا ما أكده البيان المشترك الصادر عن الجانبين العراقي والأمريكي عشية انطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما الخميس البيان تضمن إعلاناً من واشنطن عن عزمها على تخفيض أعداد قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة نظراً لما وصفه البيان بالتقدم الكبير في القضاء على تهديد تنظيم داعش متجاهلاً الحديث عن مطالبات النواب الشيعة في البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية بل إن بغداد بدورها تعهدت في البيان بحماية القواعد التي تضم قوات أمريكية بعد سلسلة الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها تلك القوات مؤخرة وفي معرض تبريره لبقاء القوات الأمريكية في العراق قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إن الميليشيات المدعومة من إيران تعمل على تأجيج الطائفية والتطرف والإرهاب وإن على حكومة العراق منع عمليات قصف السفارة الأمريكية في بغداد مشيراً إلى أن تلك الميليشيات لا تزال تشكل خطراً كبيراً على العراق وتعيق تقدمه على كفة المستويات ولم ينسى المسؤول الأمريكي التلويح بجزرة المساعدات الاقتصادية لإجبار خصومه على الصمت فالولايات المتحدة بحسب شينكر ستقدم الدعم اللازم للعراق من أجل مواجهة التداعيات المالية لأزمة تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ما يجعل من غير المناسب حتى أخلاقياً لمن يتلقى المساعدة أن يطرد من يساعده وبحسب محللين فإن محددات بقاء القوات الأمريكية في العراق ترتبط في المقام الأول بمصالح واشنطن في العراق والمنطقة وكذلك بدرجة التصعيد في التوتر مع النظام الإيراني بينما حكومة بغداد العاجزة عن حماية مبنى السفارة الأمريكية ستظل على عجزها بسبب النفوذ الإيراني المتصاعد ما يجعل خروج القوات الأمريكية في هذه المرحلة ضرباً من ضروب الخيال